خبر مؤسف خبر غياب علي معلول للإصابة وكان واضح كان واضح ليه نحن كمتفرجين إن علي كان بيدوس على نفسه آخر متشين يعني كان واضح جدا إن علي مش مش هو ده مجهود علي البدن مش هو ده علي معلول بطبيعته لأ في حاجة في حاجة أحيانا في الجارية حتى كنت تلاحظ إن علي لأ بيمسك نفسه شوي علي مش واخد أريحياته لأ علي حتى لما بيتقدم بيرجع بالراحة جدا فتحس إن علي لأ مش هو ده علي معلول فأكيد طبعا كان بيلعب وهو نفسه يلعب مش عايز يبعد عايز يدوس على نفسه عايز يكمل عايز يبقى وطاقت في الملعب عايز يلعب علشان نادي الأهلي هي دي دايما روح لعيب للنادي الأهلي وأنا متأكد إن علي في الماتشين 3 اللي كانوا قبل كده ما كانش سليم 100% زي محمد هاني قبل كده وخصوصا العضلة الضمة دي أي عضلة في الجسم لما أنت بتدوس عليها وبعدين تريحها شوية وتحس إن هي الألم راح ده بيبقى في حيثة خداع أنت تفتكر إن أنت 100% بقيت سليم إنما أنت مبتاش سليم 100% مع أي مجهود زايد عن الحد أو أي سبرينت جامد بتظهر تاني الإصابة نتمنى العلي إن هو ما يطولش وإن شاء الله يرجع لنا في قرب وقت بإذن الله إنما حنفتقده النهاردة إن شاء الله البديل يكون عند حسن الظن وكلنا ثقة في لعبة النادي الآن ترجمة نانسي قنقر